بعد ترحيل تسعين سوري وأفغاني النمسا تؤكد نجاح تطبيق طيران شنجن مع رومانيا وبولغاريا كان فيه اعتراض كبير من النمسا على دخول رومانيا وبولغاريا منطقة الشنجن وان يكون هناك بين الحدود تجديد على الجوازات الصفر لمانع تجارة البشر وما ذلك حاليا دلوقتي تم ترحيل تسعين سوري وأفغاني عن طريق بولغاريا ورومانيا وده اللي خل النمسا أقرت طيران الشنجن مع رومانيا وبولغاريا شاف أن الموضوع ده ممكن فعلا يحد من عمليات التهريب وتجارة البشر اللي هو أصلا بتنتج من رومانيا وبولغاريا يعني مع الأسف سازم دوح دائما عما يكون الضحية هنا هو طالب اللجوء أو اللاجئ الذي هرب من الحروب وهرب من الفوضى خاصة الموجودة في سوريا في أفغانستان إضافة إلى العراق يعني هذا المساومة السياسية التي قامت بها النمسا مع بولغاريا ورومانيا أنه مقابل أن تفرج عن ما يقال بإير شنجن أو شنجن الطيران يعني المسافرين الذين يأتون إلى أوروبا ليس على النمسا واحدة إلى أوروبا قدوما من رومانيا أو بولغاريا يستطيعون دخول الاتحاد الأوروبي من دون أي فيزا أو أي تأشيرة فبالتالي شأنهم شأن أي مواطن أوروبي أما هو من يأتي عن طريق البر فسيخضع لعمليات التفتيش والتدقيق ويجب أن يكون معه تأشيرة على ما يبدو فتدقيق هو فعليا ليس تأشيرة فنتدقيق حتى نكون دقيقين ولكن مع الأسف أستاذ ممدوح أن هنا الضحية هو اللاجئ دول غارية رومانيا هذه دول لا يوجد بها لا حقوق إنسان ولا يوجد بها معايير ولا قوانين لجوء يعني الأشخاص الذين هذه دول فقيرة يعني دول فقيرة دول فقيرة دول شئ بغض النظر فبالتالي لماذا يا سيد نيهامر ولا يا سيد كارنر وزير الداخلية والمستشار تشبرون طالب اللجوء الذي طر أن يمر على ما يبدو هو قادم إلى أوروبا الغربية مرورا ببلغاريا أو رومانيا أو هنغاريا طبعا يعني سكرناها بس ها فيتشوق في ببلغاريا أن يعود أن تعيدوا إلى هنا لماذا تدمرون مستقبله هذا الشخص له حق هذه الدول لا تحترم حقوق الإنسان هذه الدول ليست أوروبية وبعمرة لن تكون أوروبية من هنغاريا وأنت وراجع باتجاه الشرق هذه الدول ليست أوروبية يا سيد الكريم هذه الدول وضعت ضمن مظلة الاتحاد الأوروبي هي فعليا لألحد من النفوذ الروسي ليس أكثر من ذلك أما هي ليست دول اللجوء ليست دول حقوق ليست دول يعني بصراحة أن تكون هي مساهمة في الحلول التي حلول في الحروب الحاصلة الآن في الشرق الأوسط فبالتالي مع الأسف نعيد وننوه هنا بصراحة لكل من يسمعني أن يقوم بنشر هذا المقطع على أوسى نطاق أن كل من يريد اللجوء إلى أوروبا أن يتجنب المرور برومانيا وبلغاريا لأنه بصراحة إن مر منهم وتم اعتقاله وأخذ بصماته مستقبله دمر وسيعود إما إلى برغاريا أو إلى رومانيا إلى تركيا أو إلى سوريا التي خرج منها من منظومة الأسد الإرهابية طب هو مش دابي يعني هل أنت مش بتلتمس العذر للسلطات النمساوية بعد الحالة الموجودة من التخبط في الشارع النمساوي هذا شيء حلو سؤال جميل رائع جدا بس هذا شيء أستاذي وهذا شيء آخر لا نستطيع نحن أن نخلط كل طالبي اللجوء ببعض الفوضويين وبعض العنيفين طب إزاي هتفضل تفرزه من وجهة نظر والله هذا الشيء سيدي الكريم هذا الشيء يعني ليس من وجهة نظري هذا يوجد هنا قانون اللجوء قانون الاندماج قانون التحقيق الآليات يعني هنه هنه اللي عم يدركوا يعني معلشي حتى اللي عم يوصل عن النمسا ما قديش صار فيه سوريين ما هو السيدة نيفين اللي عنا برنامج عندكبرنا اللقاء معها يوم الأحد المقبل قديش في أشخاص رفضوا قديش في أشخاص أخذين إقامات مؤقتة يعني النمسا كفيلة كفيلة بمحاربتهم ولكن على الأقل النمسا دولة محترمة عم تستقبلهم عم تحطهم فيها مو بترجع بترميهم ببلغاريا بهنغاريا هناك برومانيا بستوهم بالشوارع يا سيد الكريم فهذا شيء وهذا شيء آخر العنيف يقاضى يحاكم يزجن يرحل هذا ما حدا مختلف معهم يد فيها ما يحصل فيه العراق أوروبا لها يد فيه ما يحصل فيه سوريا أوروبا لها يد فيه بالتمرير ولكن مش بالقرار بدعم الدكتاتوريات الموجودة بشكله وبآخر وخاصة تذكر أستاذ ممضوح قبل أشهر عندما تناقشنا مرارا وتكرار في بداية العام الزيارات المكوكية وإعادة فتح السفارة في السفارات النمساوية في العراق يعني هذا كيف بتفسره هذا دعم للدكتاتوريات الموجودة هذا لا يفسر إلا بهيك فحتمان فيه لاجئين حتمان فيه كذا حتمان النمسا وغيرها بدينا بدون فيه استحقاق اسمه الاستحقاق هو استقبال طالبي اللجوء مونت عم تدعم دكتاتوريات وعم تدعم شيء معين في هذا الاستحقاق فبالتالي فبالتالي يا سيد الكريم هذه منظومة متكاملة لا أستطيع أن أنظر إلى العنف في الرويمن بلتس وأنسى وأتجاهل رمي اللاجئين في بلغاريا ورومانيا